م... شو بدنا مني هاي كمان؟ الو الو خالي مديحة وأنت... لازم شوفك وأولحك بسرعة جان عرف القصة وخنائني وتائكني تعالي سعطيني بيتركيك وبعمل أكتر كمان بنتي لو كنت محلوكي انت بتركيك خالي مديحة انتي منتبه للحكي اللي عم تقولي؟ بنتي طلع الحمل تبعك كله كذب كذب شو أبني أهبل حتى يضل معك وانتي هيك عملة؟ ايه ما قصر فيكي بعدين انتي على اي أساس عم تدقييلي؟ مديحة خانو بس ممكن تعطيني بطاقتك مشانا ادر اكدلك الحجز بس دقيقة سني لحظة وينك انتي ومين هاي اللي عم تحكي معاك لا تزعلي بس انا رح استغني عنك سكري هلأ ولا بقى تتصلي فيني احسن لك تخلت عني هي زتت كل الحمل علي وسحبتي ايضا من القصة انا برأيي صار لازم كل واحد يتعلم من اغلاطه حتى انتي يا مديحة اذا بتريد مديحة خانو كرت حضرتك موقف شو قلتي كرت حضرتك موقف وما فيني اسحب منه شو مستحيل هالشي والله هاد اللي طلع عندي هون اكيد في غلطية اما الجهاز مع الطال انا مديحة تيكين والكريدت كرت تبعي ما بيتوقف هاد الكرت ده بعيار 24 اذا بدك ما في غير خمسة بالعالم وهاد من نون اذا في معك كرت تاني منجربه كما شو هالحكي مع الاسف اصفي يا خانو اي يا راسي شو ساوي هلا هاد الخرفان عم يشلحني كل شي كان معي وما سأل عني وبنناقص من هيك عيلة شو بدي عامل بحالي هلا ايلي بس وين بدي روح بلاقي عندكون كولونيا بنتي اي حاسي حالي دايخة و بدي قوقع اي اي في كولونيا يا خانو شو صار فيك يا مديحة شو عملت بحالك انا عن جد صفيت بالطريق ولا حالي كمان ومش هنتكمل معي ما معي مصاري خمس ليرات انجد اي خمس ليرات اه 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 اي جت من حظي اخر عمري صرت اركض ورا المصاري بالطريق انا شو عم ساوي اللي بيشوفني ما بيصدق بنوب مديحة تيكين بذات نفسها مطلقوت مصاري مديحة مديحة مين يجبني هدول حبيبتي فاجأناكي عن جد فاجأتوني انتو لوين رايحين حبيباتي رايحين عالمطعم اللي هون مشان ناكل شي تعي معنا انتي اه لا انا ما بقدر نعطر الشوفور هون اه مسافرة بعد شوي مسافرة لوين عجهنم اللي تاخدك طالعة بجولة طويلة حول العالم معناتها ما راح اتركك ابدا مناخد عصير والشوفور اكيد بيستناكي لا ما بدي اصلا كنت عم بشرب من شوي اي لا اه يلا تعالي هلا بيكون عندك حكة كتير مخبرة يلا 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 ممدوح حط شنتية مديحة خانهم بالسيارة تعالي ما راح نتركك تفضلي تفضلي تحبي ساعدك؟ صدفة حلوة انو شفناك اليوم مديحة ايه طبعا اللي عما شو هاد؟ بدنا ناكل مع كارونا ولا عم نشتري بيت؟ قولي الفقر صعب كتير هلا حسيت بقيمة الشي اللي كان عندي الريزوتو بالفطر عندن كتير طيب جايبين شايف جديد حياتي اي طالي انتي شو رح تاكلي حبيبتي؟ شو بدي اخذ انا وما معي مصاري بنوب؟ انا احسن شي بلا ما ااكل قصدي ما فيني عاملة حمية قاسية كتير لانو وزني زاد بهالفترة ممنوع حتى المي شو هالحمية هاي؟ بتموت هالحمية يا بتنحفي فورا يا بتموتي اذا ضليت يا عايشة بتنزليلك عشرين تلاتين كيلو فرد دفعة قررتي شو بديك تاخدي؟ بدي متلك معناها جبلنا تنين ريزوتو بالفطر وتنين نبيت ابيض لو سمحت وحضرتك مدام؟ انا رح ااكل هوا عفوان؟ اه يعني قصدي قللك انو ما بدي ااكل شي هلا لا وقت بدي اطلب ابنا دي لك تيجي ما اضل مزروع بخلقتي ما تأخذيني مديحة خانم؟ اه مديحة؟ هاتي لا شوف قلبي هالأيام عندك حبيب جديد شو؟ لك أنا اللي فيني مكفيني وهدو الراكدين ليتسلوا باللعي الفاضي لكي لا تقولي لا لانو منعرف هو دكتور ما هيك؟ مين هو الدكتور؟ شاب لي رح تتزوجي اي هدول عم يحكوا عن هداك الاشدب ناجي اه اي اي دكتور قلتلك انو الخبر مظبوط اي صحي تذكرت قال كنتك القديمة رح تتزوج مرات سويكن بعتول ندعوي لحتى نحضر العرس الصراحة حبيبتي انا كنتي القديمة اي ماتت من زمان كتير يعني دفنتا وما بعرف عنا شي بنوب اي ما احلى حكياتك يا امي مبين طيب اخ منك يا عمي تركتني اطلع وأنا جوعاني العالم عم تاكل وأنا عم بتفرج ما علي عرفاني كيف بدي يكمل باقي نهار اي حياتي مسافرة بالجولة طبعك انتي والدكتور عفوان حبيبتي مديحة بس ما تكوني عم تضايق من ريحة الاكل لا ما تضايقت انا صار لازم امشي بتعرفوا العالم ناطرني بدي لحق افتل عليه اقديلك شوي كمان لسهدي طيب شاهناز نعم حياتي بلاقي معك خمس او عشر ليرات ما فهمت عليك شو بديك مصاري حبيبتي ركزي نسياني اخد جزدان المصاري وانا طالعة بس بتعرفي لازم اعطي شي لشوفر ما بيصير اذا معك اكتر كمان بيكون احسن عيب مع حلوة مديحة شو صير لك حبيبتي نحنا ما بنحمل كاش شو ما بتعرفينا معقول يعني بس اذا بدك بعطي كيس حبي من كرتي اي شو شايفتيني مكنة صرف انا صحتين وهنا انت وياها شو بها عصفورتي يا روح قلبي اليلي شو بدك يا عيوني تركني من عصافيرك هلأ موقتك انا صفيت بالطريق عمي عرف بكل شي عملته وزتني بالشارع ما معي شي بنوب معتي فاضي نزل السكر معي وراسي رح ينفجر وهلأ عم بكتشف قديش صعبة الحياة وهذا الشي اللي جبرني اتصل فيك ناجي لا تقولي يا صفيتي بالشارع معقول بتركب تاكسي وبتجي لهون فورا فورا اه قلتلي تاكسي ما هدول التاكسي بيشتغلوا ببلاش ما هي ما معي مصاري بنوب عمي طلع حاجبلي كل الكروت اللي معي لك شو هالحكي ما تدوح معقولة يعني؟ ما معيك ولا ليرة؟ انا ما بحمل معي مصاري كاش بكره ريحتون بحملك روتو بس ذهبي فضي عندي كل الأنواع يا عصفورتي معقول ما معيك كاش بنوب استنى شوي لقلك وقف اه في معي خمس ليرات شو بقدر ساوي فيها هي؟ اه حلو ممتاز سمعي راح اشرح لك كيف تجي لعندي ايه يلا طلعوا خلصونا يلا يا اختي يلا خفية شوي يا اختي ممكن تعطيه اختي؟ واحد شباها هي؟ ليش هيك ارفاني؟ ايشوها العلاق؟ عفوان خالتي نازلي هالشنتايات عبنا وبدنا نعود عفوان خالتي انتي هيك لحالك حاجزة نص الباص نزلي الشنتاي يعني المقعد بدنا نعود خالي بنص عينك حبيبي ما بتنزل انا دفعت اجرت هالمقعد اختي شو مفكرة حالك بتاكسي نزليها لتحت لو سمحتي حلو والله واحد خالي والتاني اختي شو هالحالة هي؟ لا تكون مفكر يعني طالع ببلاش عمل لك دفعت اجرته اذا دفعت الاجرة يعني مفكرة حالك اشتريتي الباص يلا نزليها شو هالمزخرة ركاب اخر زمان شو هالحاكي هاد؟ مين مفكرة حالك لحتى ناف شريشك وحاططيلي هالنضارات وعم تحكي؟ شو عم تعملي بالباصات كنتي طلعي بتاكسي مو احسن؟ ايه كأنه انا قاتلي حالي على ما اطلع بباصاتكن وبحب ذكرك انا كمان مواطنة بهالبلد مثلي مثلك بركب وقت اللي بدي وبنزل وقت اللي بدي كمان خلصينا خالتي نزلي هالشنتاي بقى ضهري وجعني ايه هاش بقى شكلكم ما بتعرفوا انا مين بكون انا مديحة تيكين ام جان تيكين الممثل سمعتوني مني؟ ضحكتيني والله ومالي نفس انا امه لجان الممثل متل مو شايفين انا كمان بحبكون مع الناس العاديين بالباصات متواضعة كتير مو شعور شفار واوه ونسلني من هون فورا يلا تكرمي تكرمي ايش هتو عالشابه بدك مساعدة خالتي ان شاء الله بيت خال خل وعظاما اشوف الكرتيني شفارك الخاصة انا امه لجان اه سلمينا علي جان اوه يا ناجي وين هديك الليموزين هلأ صرت بحاجتها تجي نورتي يا أهلين وسهلين ناجي بعيد عني كرهانة حالي طلعت روحي وأنا جاي عالطريق تبعك حل عني شوي خد لشوف يلا ناجي تنتقل من هالبيت فورا بتروح على منطقة كون بعرفة قريبة من المحلات اللي بروح عليها ومن الكوافور بس هون مستحيل شو هالمنطقة هاي؟ منطقة شعبية بيسموها هالشي واضح أنا مو كل مرة رح لقيه للبيت لكنت رح ضيع بهالطرقات ما بتتخيل طلعت عيوني ناجي عمل لي فينجان قهوة يكون وصف حاضر يا روحي وبعدين تعال نحكي باللي صار أنا لازم اطلع من هالموضوع مثل الشعرة من العجين عم تفهم علي؟ انتي ولا ايهمك هاي وصلت امي شو؟ ليش انت عايش مع امك ولا مقواص؟ لكني عصفورتي ليش اتأخرت يا مقصوف الرقبة وقفتني عالباب نظفت البيت منيح؟ ايه امي نظفته منيح شو في مين عنا ضيوف ضيوف؟ اي اه انتي شو عم بتخبصي هون كنتي الجديدة؟ عمي قلعة من البيت امي صارت بالشوارع؟ انا ما بدي هيك اني وانت كمان رح اقلع فورا يلا امي من هون امي من هون بسعي بهالحقي يا امي ناجي انا بعتذر اني قاطعتكن جبلي كولونيا اذا عندك عصفورتي لا ما 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 دوحتي خلصت من حركات التمثيل تبعي؟ خلصت طمّنتيني يلا قومي لشوف حطي الأكل لنا أكل مي انتي انا بدي قوم حطي الأكل يعني ما بعرف وين غراض كون وين الصحن السكين الشوكي انا ما بقدر انا ما بحمل انا ما بعرف سماعي يا بنت يعني انتي بنت مين مفكرة حالك؟ ها؟ بنت ملوك؟ هومي حطي الأكل بسرعة هومي ياريت لو جبت معي ناجية وانا عم بهرب من البيت قدرة خانم انا عمري 28 سنة ولحد اليوم هاد ما حطيت ولا مر الأكل ولا حتى شلته بحياتي 28؟ ما نو بسمعتي لأنه مو بنتي اليوم قوم يحط الأكل قومي لأشوف بسرعة مدوحتي ليش أجيتي لهون؟ خليكي مرتاحة لا تقل لي ما سمعت الحديث اللي صار جوا ليش أمك تركتني إرتاح؟ صحي هلأ تذكرت أنت ليش مو تخبرني أنك عايش مع أمك؟ لأنه أنت ما سألتيني يا حبيبة قلبي ليش بدي يسألك يعني؟ ليش أنا خطر لي أنه واحد بعمرك ممكن تكون عايش مع أمه لهلأ؟ طيب وين كانت أمك بعيد الحب أه؟ أنا كنت طالب منها تنزل لعندي الجيران وبعدين نامت عندهم إيه معنات أن فضحنا والله حاس حالي عايشة بمشفى مجنين إهدي يا حصفورتي أنت ليش أجيتي لهون على المطبخ؟ هاي الصلطة وخلصتها والطبخة مو بقيان غير حط عليها شوية ملح وبهارات وبتطلع جاهزة أنت بس دوئي أوي ناجي بترجعك ما تحكي بي هالمياعة لأنه بحسك كتير غليز لبقت عيدة قال شو بدي حط الأكل هيك أمرت الوالدة أنا من وين مبليت بحماية بعد كل هالعمر عن جد ما بعرف شو هاي أول مرة بتحط الأكل على الطاولة يا حلوة قلتلك أمني شوي ما بيطلع بإيدي ما كذبت عليكي شفت بعيوني شكلك اضحكت مني على أول رجال يا حرام ما شاء الله عليكي عمي زبط الصحون أمي طولي لي بالك شوي على عصفورتي لسه هذا أول بس طولي بالي أنت متأكد وشايفني مرة على قدي شوف البغلة اللي عندك شو طبخت اليوم بطاطا باللحمة أمي بطاطا باللحمة بس هيك ما في طبخة تاني قلتلك من الأول ما رح نقدر نشبع على هالمرة صعب كتير تشبع يا خانم أنت هون ما نكب قصر اسماعيل بك فهمتي وما فينا نعملك مية صنف لحتى تشبعي ظلي متذكرة هالحكي خدي الخبزة خمسية بالمرأة ابن عية وعبي بطني ليك ناجي لحق حالك وعود كل بسرعة أبني لأنه هلأ بتخلص الأكل لحالة لا حاش بكفي بقى شو هالهجوم الشريس هاد ناجي حكي لك شي كلمة مع أمك يا أمي لو سأ ناجي أحكي لك كلمة مع البقرة اللي عندك مد وحدي ليك أنا ماني مستعدة تحمل حدا أبدا لأنه اللي فيني مكفيني والله العظيم ما بتعرف شو ممكن ساوي فيا وما بسأل على شي انت بتعرفني لا لا هون وبس أنا ما بقى أتحمل أكتر من هيك فوما نراك بيباص اليوم الصبح أصلا هي لحالة بتكفيني يلا حبيبي رو على شغلك لا تتأخر بالسلامة يا ابني الله معك ناجية وين في جان القهوة تبعي ما خلاص شو هاد يا خانو حدا بينام لبعد الظهر يو كأنه عم تمشي بنومة لا ما شو هاد وين أنا يا ربي انتي ببيتك يا عصفورتي هذا بيت خطيبك أنا ما طلعت عم بحلم عم يقلعني من البيت وحرمني من السروة وأنا إجيت لعندك ناجي طبعا إجيتي لعندي يا روحيني يالي أنا فيكي بعيد 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 أنا ما يعدكن انتوياها عشغلك لأشوف وانتي بوشك روحي على المطبخ بتساويلي فنجان قهوة يكون وسط موسادة من إيدك بعدين بدك تنطفي البيت عفوان 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 أنا شو هم تحكي إما ما تدوحتي أنا بدي روح عالشغل اتأخرت يلا بخاطركن ماما أنا رح قعد هون وانطر القهوة وإذا ما عجبتني طعمتها بدك تعملي ليها 28 مرة عم تنسحي يا ربي دخيل اسمك بدي تموتني أنا موافقة موتها لأ وأنا كمان موافقة موافقة رؤية مديحة مو وقتها طالطي ما على المرأة هلأ خلاصت وهلأ بعد إذنك بدي أشرب فنجان القهوة اللي عملته صار لي ربع ساعة جوة عم بغلي منيحة اللي عرفتي تعملي قهوة آخر شي هاي حلو والله من كتر طلباتك انتزعوا أضافيري أنتي بدك تقومي تمسحي هالبلور ولا ما بدك تقومي ما رح قوم معناها بتشوفي رح خلي إبني ناجي طلقك اليوم آه عن جد خوفتيني عم تهدديني بالطلاق إليش مول أكون مرتو إيه لا تخافي رح جوزك يا أول شي بعدين بيطلقك ما حزرتي بنوب بعيد عنيك اليوم منعيش ومنشوف قدرة خانوم انتي لهلأ ما بتعرفيني من زغري بيقولوا عني إني أشطر واحدة بالكذب بلا ما علق بيناتكن إنتي وابنك ما بتعرفي شو ممكن أعمال شيليني من رأسك بقى وحلي عني إيه بيورجيني شطرتك بهالموضوع آه خلينا نتفرج ليجي ناجي بتشوفي شو بده يصير ما بيكون اسمي مديحة إذا ما بخليه قلعي ورجيني لأشوف اللي بياكل على درسه بينفع نفسه كلها ما تاكل بتضل بشيرة الأكل المجاعات اللي برا كلها بسببك يا غولة ما بتشبعي أنتي ما رح اللحق لك أكل فيديو وتشغيل الإختارات لتكون أول من يشاهدها موسيقى موسيقى